كثيراً مرحباً بكم إمتحان أو فرض مراقبة عدد واحد في علوم الفيزيائي هذا علامة قطع مقطوعة في الخانة المناسبة في الجدول الأشياء المادية والأشياء الغير مادية لنشرح من أذما الأشياء هم الكتاب والذل والأشياء والشمس والصوت والشمس والهواء والزيت أنا هم الأشياء المادية وأنا هم الأشياء الغير مادية الأشياء المادية نحط علامة في الكتاب ونحط علامة في الشمس ونحط علامة في الهواء والزيت والأشياء الغير مادية هما الثل وأشعة الشمس والصوت حدد الحالات الفيزيائية للمادة وأذكر ثلاثة أمثلة لكل حالة الحالة الفيزيائية مثل حالة السائلة مثلا الماء زيت الحليب الحالة الفيزيائية الغازية مثلا الأكسيجين والغاز والأوزوت الحالة الفيزيائية الصلبة مثل السخور والخشب نمشي وتولي السؤال الثالث ثالث سطر عبارة مناسبة من العبارات بين قوسين في الجمال التالية للتعرف على وجود الماء من عدمه في بعض المواد نستعمل ملح مسحقة كبريتات النحاس أو الخل هنا نحط سطر تحت مسحقة كبريتات النحاس ذات اللون رمادي وإلا الأبيض الرصاصي وإلا الأحمر نحط سطر تحت الرمادي الذي يتحول عند وجود الماء إلى لون الأصفر أو الأبيض أو الأزرق نضع سطر تحت الأزرق وعندما نجففه من الماء يعود لونه إلى حالة الأولى لون الأزرق أو الأبيض الرصاصي أو الأصفر نضع سطر تحت الأبيض الرصاصي ننتقل طول التمرين الثاني عرف مفردات التالية المزيج المتجانس والمادة المزيج المتجانس هو خليطة لا يمكن أن نميز بين مكوناته بالعين المجرد بينما المادة هي كل ما يكون أرسامنا وأرسام ما يحيط بناء من أشياء ملونة لا تنسوش بش تعملونا لايك للفيديو إذا كان أعجبكم الفرض وبرتجو الفيديو داي بش تعم الفايدة طونا ندقلو للسؤال الثاني نعتبر عملية الفصل في جدول التالي بالنسبة للصورة لولانية شنية بش نحطو فيها نحن من فوق عنا لهناء زيت اللي أذية المليان وملوتها عن أذية في الصورة الثانية وملوتها عن الماء أربط بسهم بين عدد وماء يناسبه من العبارات المقابلة المقابلة الترشيحة الترسيب التقطير عنا لهناء بالنسبة للترشيحة هي الصورة الأولى بالنسبة للترسيبة هي الصورة الثانية وبالنسبة للتقطير هي الصورة الثالثة ننتقلو تو للسؤال الثالثة وكم من المفردات في الجدول التالي تخص عناصر التجربة عدد ثلاثة الرقم العناصر بالنسبة للرقم واحد لهناء هذه رقم واحد أهايك هذه نسموها شنية نسموها؟ نسموها السخاء ورقم اثنين هي مزيج الماء مع الملح وبرقم ثلاثة هي دورق ورقم أربعة هي دخول الهواء ورقم خمسة هي خروج الهواء ورقم ستة هي المبرد ورقم سبعة هي القطارة وكمل انتقلنا للسؤال السابع وكمل الفراغات في الجمل التالية من المفردات التالية ترشيحة قطارة الأثقل الغير متجانس متجانس والتقطير مزيج الماء الملحة هي ماء صافي وحلو هذه معناها مفهوم متاع شنية؟ متاع القطارة معناها نحطه من الأول القطارة نتج عملية ترشيح هو سائلة يسمى يسمى الرشح بالنسبة للمطأ الثلاثة ترسيبة هي عملية فصل مكونات مزيج غير متجانس وذلك برصب الطبقة الأثقل إلى أسفل الكأس بالأثقل ما لا لهنا حتينا الأثقل طو أخر حاجة عنا التقطير هي عملية فصل مكونات المزيج متجانس نحطها في الأخر بالكل ما تنسوش بتعمل للايك للفيديو وتبرتجيوه باش تعم الفيدا إذا كانك مكش مشارك اشترك في القناة وخلينا بصمتك في تعليق أسفل الفيديو دمتم في حب الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا